مجلس الشورى مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياة والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمرابى وإهانة المجلس الوطني وبعد النقاش الطويل انتهى المجلس إلى عدم الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على تعديل القانون لينتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشرعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية اليوم كنا أمام مقترح بقانون تقدم بأعضاء في مجلس الشورى الحكومة أبدت وجهة نظرها عن القوانين الموجودة حاليا فهناك قوانين تنظم جوانب كبيرة من هذا الأمر وإذا طرح سؤال هل بالأمكان أن يتم تطوير القوانين بحيث أنها تستكمل الجوانب الأخرى لتنظيم هذه العملية فالجواب نعم فعلى الرغم من الجدل الذي تسلل إلى أجواء الجلسة عند مناقشة مقترح القانون إلا أن المجلس أعلن موقفه بتأييده هذا المنع لا يأتي بمسألة الحضر والمنع والتقييد من الممارسة الحقوق بقدر ما هو منع يستهدف مصلحة العمل السياسي والنأي عن مسألة التأثيره وتأثيره بالعمل الديني خاصة أننا كثير من خلال الحوار التوافق الوطني من خلال آراء كثيرة تمت في المناقشات العامة التي تمت خلال الفترة الماضية كانت تطالب بضرورة الفصل ما بين العمل السياسي والعمل الديني قضية الدين لما يتكلم فيها يجب أن يكون واضحين قضية الممارسات الخاطئة سواء كانت من على المنبر أو من غير المنبر هذه يجب أن تمنع وفي الحقيقة نحن وقفنا ضد القانون لأن أصلا قانون البحرين يغطي هذه قانون جيد ومقبول وصوت عليه المجلس الموافقة لحالة إلى الحكومة الموقرة ولكن هناك آراء أخرى ترى بأن يجب الاستفادة من رجال الدين الذين يقومون بدور جبار وفعال في التقريب بين وجهات نظر المواطنين في البحرين بشكل عام يهدف الاقتراح بقانون إلى النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه خصوصا بعد أن بيّنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجود مشكلة فعلية على أرض الواقع ناتجة عن الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي جدير بالذكر أن قانون الجمعيات السياسية قد نص صراحة على الفصل بين الانتماء لأي جمعية سياسية والعمل في بعض الجهات كالانتساب إلى قوة دفاع البحرين وجهاز الأمن العام سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين